الوضع في المهرة يتجه نحو تعقيد الأزمة بين أبناء المحافظة والسعودية التي تعمل على تكثيف تواجدها العسكري في المدينة القاطنة أقصى شرق البلاد في طار النزول الميداني على الجماهير المناهفة الاحتلال وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ علي سالم الحريزي أعلن في اجتماع قبلي واسع تدشين مرحلة جديدة من التصعيد ضد تواجد القوات السعودية في المحافظة التدشين المرحلة الجديدة وهي مؤازرة لإعتصام بإذن الله خمسة سبعة يوم الجمعة في العاصمة الغيضة رئيس لجنة الاعتصام الشيخ عامر سعد دعا أيضا كافة أبناء المهرة للاستعداد لمرحلة التصعيد القادمة والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستقام في مدينة الغيضة للمطالبة بإقالة المحافظ وإخراج القوات السعودية من المحافظة المحافظة الآمنة فقدت أمنها منذ وصول القوات السعودية هكذا يقول أبناء المهرة عن مدينتهم حيث يصعب فهم التواجد المكثف للقوات السعودية في محافظة مسالمة لم تشهد أي توتر سوى منذ أن قدمت إليها الرياض مصادر محلية قالت إن القوات السعودية بدأت باستحداث مواقع أسكرية بالقرب من المواقع الرئيسية للصيادين في مديرية سيحوت وأبدى المواطنون تخوفهم من تحويل الشاطئ إلى مناطق أسكرية وقطع مصدر رزقهم المعتمد على الصيد مثل ما حدث في المكلة ومدن ساحلية أخرى موقف الحكومة من الاحتقان السياسي والتدخلات الإقليمية في المهرة التزم الصمت منذ بدء التوتر قبل أكثر من عام رغم المطالبات الشعبية المتكررة للشرعية باتخاذ موقف حازم من الأبث السعودي في المحافظة استمرار الصمت الحكومي وتعزيز الحضور العسكري للرياض قد يرشح الوضع للتوتر أكثر في محافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر